سياسة الحديد والنار للرفق ولا حتى سياسة العصى والجزرة مختصر سياسة النظام في إيران بحسب ما أشارت إليه منظمة هيومن رايس ووتش النظام الذي تزايد نفوذه في المنطقة بمباركة أمريكية بحسب أيدلوجيات يرها حكام إيران لم ترق سياساته للمواطن فتدهر الاقتصاد وازدياد الفساد الحكومي وانعدم الحريات دفع بالجماهير إلى التظاهر مرارا في عموم البلاد هيومن رايس ووتش أكلت عدم إجراء السلطات الإيرانية تحقيقات موثوقة رغم مؤشرات استخدام القوة ضد المحتجين إضافة إلى احتجازها محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان النظام الذي لطلما لوح بالمظلومية من جهة وتغنى بجهوده في نشر السلام من جهة أخرى ظهرت انتهاكاته لحق المواطن بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وبشكل واضح منذ احتجاجات كانون الأول 2017 والتي أجهضت بعد اعتقال نحو خمسة آلاف شخص بينهم 150 طالبا جامعيا بينما قتل العشرات بحسب ما أكلته وسائل إعلام محلية ودولية الجانب الطائفي لحكام إيران وممارساتهم ضد من يعتبرونهم أقليات ظهر من خلال قمع قوات الأمن تظاهرات جماعة درويش ما تسبب بإصابة العشرات منهم في شباط عام 2018 منظمة هيومن رايتس وولش عالت لتؤكد أن من تم اعتقالهم من الناشطين السياسيين أو المعارضين لا يحلمون بتحقيق منصف فضلا عن محاكم عادلة نافتة إلى أن كثيرا منهم قد يواجه عقوبة الاعدام وأكدت اعدام 225 شخصا في الأقل حتى تشرين الثاني من عام 2018 وفي وسط هذا الجو المتناطم من الانتهاكات يعترف مركز حقوق الإنسان في إيران أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ووسائل النقل العام حالهم كحال غيرهم من أبناء وطنهم اشتركوا في القناة